اللي بيحصل ده فساد غير طبيعي او اللي احنا بنسمع عنه اللي احنا شايفينه ده حاجة غير طبيعية البعض بيحاول انه ودينا اقول لك دي ديمقراطية وكلام ده كلام غير صحيح كلام غير صحيح تالت حاجة عملها النادي الاهلي النهاردة اتصالات مكثفة للخطيب مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم ودراسة خاصة للموقف القانوني كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجرى اتصالات مكثفة مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة والسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعديد من الجهات المعنية بشأن موقف النادي من قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي اختار ملعبا غير محايد لاستضافة المباراة النهائية لدوري الابطال عقد رئيس النادي عدة اجتماعات اليوم بحضور العديد من المسؤولين في قطاع شركة كرة القدم ثم عقد جلسة مطولة مع الشؤون القانونية بالنادي وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية وذلك لدراسة موقف الاهلي بعناية من الناحية القانونية وذلك للوصول الى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الادارة كبت خطيب على الجانب الاخر بقى ما احنا اتكلمنا في هذا الامر مبارح وقلت لكم قلت لحضراتكم حتى فيه ناس بتقول لي عميس لما المطش خلص خلاص وانتو كسبت اربعة نادي الاهلي كسب اربعة والكلام ده كله لكن الكبت خطيب بحسه كواحد من اساطير كرة القدم عارف كويس جدا انه لازم يطلع الفريق برا قصص اللي بتحصل دي اللاعبة والمدير الفني على الرغم من اشتراك المدير الفني في نفس الهاشتاج اللي انا بيتسو موسيماني في نفس الهاشتاج اللي انا بقولت لحضراتكم عليه ده بيتسو موسيماني اشترك في هذا الهاشتاج وقال انه يعني كان متصور انه ممكن يحصل حاجة غير كده لكن الكبت الخطيب النهاردة قال للاعبة الاهلي لم نتأهل بعد والحديث عن ملعب النهائي مرفوض كبت المحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حرص على الاجتماع بلعب الفريل اول لكرة القدم وجهزه بالفني والاداري والطبي قبل السفر الى الجزائر زي ما حضراتكم عارفين الكبت المحمود لن يكون متواجدا على رأس هذه البعثة وسيكون الأستاذ العامري فاروق او بالفعل سافر الأستاذ العامري فاروق كرئيس للبعثة الرسمية للنادي الاهلي الكبت الخطيب ممكن يسافر ممكن هنقول لحضراتكم ان شاء الله بكرة او بعده هل من الممكن للكبت المحمود لان المفروض ان الكبت المحمود يعاني في ظل هذه الظروف المفروض ان هو قاعد عشان بيتعالج من حاجات في ظهره معينة طلب منه ان هو يقعد عشان يتعالج فيها ولكن هقول لحضراتكم اللي هيحصل خلال الأيام القادمة